أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو أسبوعا للرد على تهامه بازدراء القضاء من القدس ينضم إلينا مرسلنا أحمد دراوشة أحمد ما الذي يعنيه قرار المحكمة العليا وكيف تتصاعد الاحتجاجات على التعديلات القضائية في إسرائيل ريما يعني أن هناك أزمة قانونية في إسرائيل أولا خلفية هذا الأمر تعود إلى قبل نحو عامين عندما أقرت المحكمة العليا أن بإمكان نتنياهو الترشح لرئاسة الوزراء والتشكيل حكومة رغم أنه يلاحق في قضايا فساد لكنها اشترطت أنه لا يمكنه الانشغال في القضايا التي تتعلق بالإصلاحات القضائية أو بأي أمر يتعلق بجهاز القضاء نتنياهو في حينه قبل هذا الأمر من عجل أن يصير رئيسا للوزراء ولاحقا وخلال الأسبوع الأخير مرر لإتلاف الحكومة الإسرائيلي قوانين جديدة تمنع المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية التي تحمل صلاحيات المدعي العام في الدول الغربية من إعلان عزل نتنياهو إن خاض في أمر الإصلاحات القضائية بخلاف القوانين الاتفاق الذي وقع عليه نتنياهو الآن خلال الأيام المقبلة من المتوقع بحسب موقع والله أن تعلن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو خالف الاتفاق الموقع وبالتالي ربما قد تعلن أن نتنياهو غير أهل لتشكيل الحكومة الإسرائيلية السؤال هو ما الذي سيحدث هل ستلتزم المحكمة العليا بالقانون الذي أقره لكنيسة الأسبوع الماضي وحد من صلاحيات المستشارة القضائية أم أنها ستلغي هذا القانون وبالتالي ستعلن أن نتنياهو خالف الاتفاق وربما تعلن عزله من منصبه هذه الصورة إلى الآن غير واضحة لكن الواضح أن هناك أزمة سياسية مستمرة والآن يدخل جانب قضاء مهم فيها ربما قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة قضائية وتنتهي بعزل نتنياهو مسؤولون إسرائيليون يؤكدون خصوصا في الإتلاف الحكومي أنهم لن يقبلوا بأي قرار يصدل عن المحكمة العليا في المقابل أعلن قالت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنهم ملتزمون بقرارات الأجهزة المحكمة العليا في حال ستلت على الأرض هناك حراك مستمر التظاهرات مستمرة عدد المتظاهرين بالأمس هو الأعلى منذ انطلاق التظاهرات التقديرات بأن هناك أكثر من ستمائة ألف متظاهر الشارع موقفه واضح بانتظار ما الذي سيحدث خلال الأيام المكبلة خصوصا مع تهديدات وزير الأمن بالاستقالة من منصبه أو بالتصويت ضد الإصلاحات القضائية إن استمر تمريرها شكرا أحمد أحمد دراوشا من القدس